أهلا من جديد صباح الخير لكل المشاهدين الآن أكيد رح ننتقل لحسن أبو عساف حسن معه مجموعة من الأخبار المتنوعة بأخبار دوت كوم رح يقدم لنا إياها ورح نسمعها ونشاهدها من خلال حسن صباح الخير حسن شكرا إليك سمر صباح الخير وصباح الخير أيضا للزميلة فخر عبندا أهلا بكم مشاهدين العزاء من جديد من ضمن فقرة أخبار دوت نت من خلال برنامج يوم جديد كالعادي أخبار منوعة وتفاصيل إن شاء الله نتنال إعجابكم في البداية حابين نعرفكم على آخر أخبار الطقس والحال الجوية ودرجات الحرارة طبعا اليوم الأربعاء أجواء أحارة في معظم مناطق المملكة الأجواء مغبرة أحيانا رح يكون هناك ظهور للغيوم المتوسطة والعالية هركة الرياح شمالية غربية معتدلت السرعة أما درجات الحرارة العظمى ليوم الأربعاء 36 درجة مئوية والصغرى 25 وننتقل للخميس أيضا أجواء حارة في معظم مناطق المملكة مع ظهور بعض الغيوم المتوسطة والعالية حركة الرياح شمالية غربية معتدلت السرعة تنشط أحيانا مثيل الغبار خاصة في مناطق البادية 37 درجة مئوية العظمى ليوم الخميس هذه كانت الحالة الجوية متوقعة لليوم الأربعاء وغدا الخميس نبدأ معكم أخبارنا لليوم من خلال فقرة أخبار دوت نيت والبداية حيث حضرت جلالة الملكة رانيا العبدالله أمس في متحف السيارات الملكي جانبا من الفعليات التدريبية ضمن المرحلة الأولى للفوج الثالث من برنامج فرصتي للتميز الذي تنفذه مبادرة التعليم الأردنية إحدى مؤسسات جلالة الملكة رانيا العبدالله غير الربحية ويتعاون في دعمه قطاعين العام والخاص بهدف تأهيل خريجي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حديثي التخرج وممن مضى على تخرجهم عامين بحد أعلى لسوق العمل مما يعزز من فرصهم في التوظيف واطلعت جلالتها على ثلاث محطات تدريبية لمجموعة من الأنشطة التفاعلية التي تنفذها مبادرة التعليم الأردنية بالتعاون مع شركائها بالبرنامج لحوالي 160 شاب وشابة وفي هذا الخبر الرياضي أظهر أمس المنتخب الوطني لكرة القدم كبرياهي أمام بنجلاديش ليحقق فوزا مربحا أربعة مقابل سفر في المباراة التي جرت على استاد بنجا باندو بالعاصمة دكة للحساب الجولة الرابعة من المنافسات المجموعة الثانية المؤهلة لكأس العالم عام 2018 ونهائيات آسيا لعام 2019 وفي هذا الخبر حيث نشر علماء في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلس نتائج بحث عن رجل مصاب بالشلل تمكن من السيطرة على عضلات رجليه والسير خطوات دون أي تدخل جراحي ذلك من خلال نظام تحفيز شوكي يرتدي فيه المريض هيكلا صناعيا خارجي استطاع مارك من الوقوف مرة أخرى على قدميه بعد أن أصيب بالشلل من خصره وحتى قدميه منذ خمس سنوات وتمكن الشاب البريطاني من القيام بذلك بعد ارتدائه هيكلا صناعيا خارجا يعمل بالبطارية يمكنه من تحريك رجليه وكأنه يسير بخطوات ومكنت البيانات التي التقطها الجهاز علماء جامعة كاليفورنيا من معرفة ما إذا كان المريض هو الذي يحرك عضلاته بشكل إرادي أم إن الجهاز هو الذي يقوم بذلك هذه الدراسة المهمة التي ممكن أن تفيد سيدات المنازل بالنسبة لأطفالهم هذا الخبر يتكلم عن الأطفال المراهقين المدمنين على متابعة شاشات التلفزيون أو شاشات الكمبيوتر وهذه الدراسة أجرت على المراهقين من عمر 14 إلى 15 عام حيث أظهر بحث بريطاني أن المراهقين الذين يمضون أكثر من ساعة إضافية في اليوم وهم يتصفحون الإنترنت أو يشاهدون التلفزيون أو يلعبون الكمبيوتر معرضون لأن تكون نتائجهم في الامتحان أقل بواقع درجتين عن أقرانهم الذين لا يقومون بذلك وفي دراسة شملت أكثر من 800 طالب راوحت أعمارهم بين الـ 14 والـ 15 خلص الباحثون من جامعة كامبريج أيضا لأن النشاط الجسدي لا يؤثر في الأداء الأكاديمي ولأن هذه كانت دراسة استطلاعية تابع الباحثون فيها من خلال التلميذ مع مرور الوقت لما عرفت كيف تؤثر سلوكياتهم مع مرور الوقت وفي هذا الخبر في روسيا الدب باربرا أنثى دب أكبر دب معمرة في العالم يصل عمر هذا الدب 35 عام طبعا باربرا ماتت ويعني تقول الدراسة في حديقة الحيوانات أن هذا الدب هو أنثى دب أكبر دب بالعالم باربرا ولدت عام 1979 أنجبت وربت 29 دب هذا كان خبرنا اليوم عن باربرا ويعني تقول أيضا الدراسة بأن العمر الطبيعي للدب تراوح ما بين الخمسة عشر إلى العشرين عام والعمر العشرين عام يعتبر كبير جدا بالسن ولكن باربرا وصل عمرها إلى الخمس وثلاثين عام هذه مشاهدين العزاء كانت اليوم جولتنا من خلال فقرة أخبار دوت نت نعود بكم إلى الزملاء لاستكمال فقرات برنامج يوم جديد شكرا